اشتركوا في القناة رئيس الجمهورية يوجه النائب العام بسرعة البت في القضايا المحالة من قبل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان الجيش الوطني يكبد الميليشيات خسائر في مختلف جبهات محافظة تعز الجيش الوطني يستعيد مواقع موقعا استراتيجيا من الميليشيات في محافظة الجوف اهلا بكم بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنيتين الى الرئيس امام علي رحمنوف رئيس جمهورية طاجكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وعرب رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن اصدق التهاني واطيب التمنيات لفخامته بمفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية طاجكستان الشقيق التقدم والاستهار احال فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية تقارير ثلاثة صادرة عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان والمتضمنة نتائج اعمالها للعامين الماضيين للنائب العام الدكتور علي احمد الاعوش كما وجه الرئيس باحالة كافة ادعاءات الانتهاكات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها للنائب العام عملا بالقرار الجمهوري رقم خمسين لسنة الفين وسبع عشرة بشأن يعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان وقد تضمن توجيه رئيس الجمهورية سرعة البت في الملفات المسلمة من اللجنة الوطنية لاتمام التحقيق فيها ويعداد قرارات الاتهام ومن ثم احالتها للمحاكم المختصة للفصل فيها طبقا للقوانين الداخلية والتزامات اليمن الدولية الجدير بالذكر ان تقرير اللجنة الوطنية الذي صدر مؤخرا تضمن رصد وتوثيق وحفظ سبعة عشر الف ومئة وثلاث وعشرين حالة موزعة لأكثر من عشرين نوعا من الجرائم والانتهاكات للقوانين الداخلية وللقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كما أكملت اللجنة الوطنية للتحقيق في عشرة آلاف وخمسمائة وأربع وتسعين حالة منها وتعكف حاليا على الإعداد لتسليم القضاء ممثلا بالنائب العام ما يقارب ثلاثة آلاف ملف من وقاع جرائم وانتهاكات تم الانتهاء من التحقيق فيها من قبل اللجنة بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزائن ومواساة في استشهاد قائد الكتيبة الأولى باللواء الثالث عروبة ميكا العقيد قائد أحمد ردمان أثناء مرابطته في ميادين العزة والشرف بمحافظة الجوف وشهد نائب رئيس الجمهورية بمناقب الشهيد وبطولاته والملاحم التي سطرها مع زملائه في مواجهة ميليشيات الانقلاب مؤكدا بأن تلك الدماء الطاهرة الزكية التي نزفت في سبيل الوطن ستنتج نصرا حاسما بإذن الله وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعاز والمواساة لأسرة وأقارب وزملاء الشهيد سيدنا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بيد بن دغر اتصالا هاتفيا بالآخ عمر صالح باداهية عزاه باستشهاد شقيقه نائب مدير أمن دوعا علي صالح باداهية والذي استشهد بمدينة قيدون بحظر موت وقال رئيس الوزراء إن مرتكبي هذا العمل الإرهابي الجبان سينالون عقابهم الرادع على جرائمهم موجهن السلطات الأمنية في المحافظة بسرعة مطاردة هذه العناصر الإرهابية وتقديمهم للعدالة وأكد رئيس الوزراء الحكومة ومعها الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف واجهة التنظيمات الإرهابية وقضت عليها بفضل من الله وتضحية أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين دافعوا بدمائهم الزكية عن تراب الوطن وعن ديننا الإسلامي السمح الذي يرفض الاعتداء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكدنا مواصلة الحكومة مطاردة الخلايا النائمة أينما وجدت والقضاء عليها وتجفيف منابع الإرهاب وأشهد الدكتور من دغر بمناقب الشهيد في الدفاع عن الوطن من خلال المناصب التي تقلدها واستشهد وهو مدافع عن الوطن في مواجهة أخطر تنظيم إرهابي شهدته المنطقة وعبر رئيس الوزراء في اتصاله عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة وأقارب الشهيد سائل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان من جاته عبر شقيق الشهيد عمر باداهية عن شكره لدولة رئيس الوزراء على تعازيه له ولأسرته في وفاة شقيقه التقى نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي وعضو المجلس سلطان حزام العتواني رئيس اتحاد البرلمان الدولي صابر شودري ومستشار أول الاتحاد البرلماني الدولي مختار عمر في مقر البرلمان الدولي في مدينة جنيفة السويسرية واستعرض اللقاء الأوضاع في اليمن بشكل عام والوضع الإنساني بشكل خاص وتطرق إلى أهمية تفعيل دور مجلس النواب كجهة رقابية لمساعدة الحكومة في توصيل المعاونات الغذائية والطبية للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية وخصوصا المحافظات المحاصرة من قبل الميليشيات الانقلابية وتحديدا محافظتي تعز والبيضاء كما بحث اللقاء وجه التعاون بين اتحاد البرلمان الدولي ومجلس النواب وأبدأ شودريست تعداد الاتحاد تقديم الدعم الفني واللوجستي لعادة بناء مؤسسة البرلمان في اليمن وتأهيل وتدريب الكادر الفني والإداري من خلال إقامة دورة في مقر البرلمان بالعاصمة الماقة عدن في إطار إتمام استكمال تفعيل دور مؤسسات الدولة تشارك الجمهورية اليمنية في القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا والتي ستنعقد في مدينة أستنة عاصمة كازاخستان خلال يومي العاشر والحادي عشر من سبتمبر حيث شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بقاش اليوم في اجتماع كبار المسؤولين للتحضير القمة وناقش الاجتماع الذي ترأسه رئيس لجنة العلوم بوزارة التربية والتعليم في كازاخستان بولات بيك عبد الرسولوف والأمير العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا محمد نعيم خان الوثيقة الختامية لبرنامج عمل المنظمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الفين وستة وعشرين هذا وسيعقد غدا السبت في اجتماع وزاري التحضير للقمة وسيرأس وفد اليمن وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لبلس كما سيرأس وزير التعليم العالية الدكتور حسين باسلامة وزير التعليم العالي وفد اليمن إلى القمة ممثلا لرئيس الجمهورية بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفيرة الدكتور منصور بقاش مع نائب وزير خارجية كازاخستان عقل بيك كامل الدينوف العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وصف لتعزيزها وتطويرها وجر استعراض تطورات الأوضاع والمسجدات في بلادنا والأزمة الإنسانية التي تعيشها جراء انقلام ميليشيات الحوثي على الإجماع الوطني وتدمير مؤسسات الدولة واطلع سفير بجاش المسؤول الكازاخستاني على جهود الحكومة اليمنية لإحلال السلام ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وجهود الدول الرعية للعملية السياسية في اليمن والتي قُبلت بالتعطيل والمماطلة من قبل الإنقلابيين هو ما أدى إلى استمرار معاناة المواطنين بدورها كدنائب وزير الخارجية لكازاخستان موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية في مواجهة قوى الإنقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وذلك من خلال دورها كأضو غير دائم في مجلس الأمن وفعليتها في المحافل الدولية الأخرى كما أعرب عن استعداد بلاده لتقديم مساعدات إنسانية لمواجهة الأزمة الإنسانية القائمة في اليمن وفقا لقائمة الاحتياجات التي تحددها الحكومة اليمنية حضر اللقاء مسؤول المنظمات الدولية بمكتب وزير الخارجية أحمد الشرعبي قالت رابطة أمهات المختطفين أن ميليشيات الحوثية الانقلابية قتلت والد أحد المختطفين أمام بوابة سجن الأمن السياسي بصنعام وضافت الرابطة أن المسن علي السودي والد المختطف محمد السودي توفي بعد تعرضه للسحل والضرب الشديد من قبل مسلحي ميليشيات الانقلاب أمام بوابة سجن الأمن السياسي بصنعام أثناء محاولة زيارة ابنه المختطف لدى الميليشيات وذكرت الرابطة أن والد المختطف ورغم عمره ستيني فقد تكبد عناء السفر من قريته بمحافظة حجة إلى صنعاء لزيارة ابنه ورفضت الميليشيات إدخاله وقامت بالاعتداء عليه وضربه حتى فارق الحياة أمام بوابة السجن ووضحت الرابطة أن ما تقوم به الميليشيات الانقلابية من انتهاكات ممنهجة بحق أبا وأمهات وأهالي المختطفين والمخفيين قسرا جريمة تضاف إلى سجل جرائمهم التي لن تسقط بالتقادم وتستوجب أن تقوم منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بواجبها تجاه هذه الانتهاكات ميدانيا استمرت المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الانقلاب في عددين من جبهات القتال غرب محافظة تعز ففي جبهة مقبنة تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية في تبة عبد القوي والبركنة وقال قائد جبهة مقبنة حميد الخليدي إن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة تسلل للميليشيات في تبة عبد القوي والبركنة وأن قوات الجيش أحبطت المحاولة الانقلابية وكمدتهم خسائر أكثر من ثلاثة عشر قتيلا وخمسة عشر جريحا موضحا أن جثث القتل ظلت مرمية في منطقة المواجهات لعدة ساعات في مرتقة شهيدان في صفوف قوات الجيش الوطني وفي جبهة الضباب شهدت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الانقلاب في خطوط التماس غربي جبلهان وحذران وتبت القرن وسط تبادل للقصف المدفعي حيث دكت مدفعية الجيش مواقع تمركز الميليشيات الانقلابية في حذران ومنطقة الروض وقرية الدبح مسفرة عن إحراق سيارة تابعة للميليشيات ومقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيات الانقلاب استعدت قوات الجيش الوطني موقعا استراتيجيا من قبضة ميليشيات الانقلاب بمحافظة الجوف وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة عبدالل الأشرف إن قوات الجيش الوطني شنت هجوما واسعا على مواقع الميليشيات الانقلابية في جبهة حام من عدة محاور وقطعت خطوط إمداد الميليشيات في عدد من المواقع وأسفرت المعارك حسب مصادر ميدانية عن سقوط عدد كبير من القتل والجرحة في صفوف ميليشيات الانقلاب ووضح المصدر أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارتين جويتين استهدفت تعزيزات للميليشيات في الجبهة ذاتها وذكر المصدر أن الفرق الهندسية تعمل على نزع الألغام من تبة الشهيد جراد بعد تحريرها أكدت مصادر ميدانية أن معارك دارت بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الصروح بمأرب تزامنا مع غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي على مواقع الميليشيات وقالت مصادر عسكرية أن المعارك التي استخدمت فيها المدفعية تركزت في منطقة العرقوب وادي الربيعة والمناطق المجاورة لها بمديرية الصروح وأضف المصدر أن المعارك أوقعت خسيرة كبيرة في الأرواح والعتاد في صفوف الميليشيات الانقلابية وتشهد جبهة الصروح معارك مستمرة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية تمكنت خلالها الأولى من السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية بمديرية الصروح عقد رئيس هيئة الأركان العامة لوار ركن الدكتور طاهر العقيل بمحافظة مأرب اجتماعا موسعا للقيادات العسكرية طلع على مستجدات المرحلة في ضوء لقائه بفخامة رئيس الجمهورية ونائبه وكذا مباحثاتي مع الأشقاء في قيادة التحالف العربي وصل إلى محافظة مأرب اليوم رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الروكن طاهر العقيل قادما من المملكة العربية السعودية بعد أن تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبد رب منصور هادي خلفا لسلفه الفريق محمد علي المقدشي وكان في استقباله عدد من قادة المناطق العسكرية والألوية والوحدات الأمنية والعسكرية وثمن رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الروكن الطاهر العقيل الوقوف الأخوي والإنساني الذي قامت به دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الشرعية الدستورية وأبناء الشعب اليمني لمساندتهم في عملية التحرير ضد الميليشيا الإنقلابية من جانبه دعا المفتش العام بالجيش الوطني اللواء الروكن عادل القميري زملائه ورفاق دربه في الجيش الوطني إلى الوقوف جنبا إلى جنب مع رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الروكن طاهر العقيل والعمل معه كفريق واحد حتى تحرير الوطن من براثن الميليشيا الإنقلابية الكهانوتية نعمل كفريق واحد وهو ليس فريقا عننا هو جاء من القبضة الإمامية من الجبهة ويعرف كل ما يدور في المعركة وكل ما يدور في القوة المسلحة والجيش الوطني ودعا رئيس هيئة الأركان العامة قادة المناطق العسكرية والألوية والوحدات المختلفة إلى الوقوف صفا واحدا لدحر الميليشيا الإنقلابية الباغية وتخليص الوطن من سرطانها الخبيث واستعادة الدولة المخطوفة من قبل تلك الميليشيا الإجرامية رفيق السامعي قناة عدن محافظة مأل كرمت وزارة الداخلية أفراد شرطة المرور في مديريات العاصمة المؤقتة عدن تقديرا لجهودهم المبذولة في خدمة المواطنين وتنظيم حركة السير وشارك في التكريم كل من وكيل وزارة الداخلية للموارد البشرية والمالية لواء الركن عبدالله يحيى جابر ووكيل وزارة الداخلية لخدمات الشرطة لواء الركن محمد مساعد ومدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة المقدم عبدالقوي باعش كما حثت قيادة وزارة الداخلية أفراد المرور المتواجدين في مختلف النقاط المروري على أهمية الانضباط بالعمل واليقضى وحسن التعامل مع المواطنين وقال المقدم باعش تكريمنا اليوم لأفراد المرور تقديرا لجهودهم المبذولة في شوارع العاصمة عدن وبدورنا نسعى للتعزيز الثقة بين أفراد المرور والمواطنين بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام النشرة في الختام نعود ونذكر بالعناوين رئيس الجمهورية يوجه النائب العام بسرعة البت في القضايا المحالة من قبل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الجيش الوطني يكبد الميليشيات خسائر في مختلف جبهات محافظة تعز الجيش الوطني يستعيد موقعا استراتيجيا من الميليشيات في محافظة الجوف ختاما شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة